أهلا بكم التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في القصر الرسولي بالفاتيكان قداسة البابا فرنسيس بحضور جلالة الملك رانيا العبد الله والوفد المرافق وركز اللقاء على ضرورة إدامة حوار الأديان وتعزيز العيش المشترك وحماية الوجود المسيحي في المنطقة كما عقد جلالة الملك لقاء موسع مع الكاردنال بيترو بارولين أمين سر دولة الفاتيكان الذي ثمن من جهته جهود الأردني في الحفاظ على المسيحيين كمكون أصيل لا يتجزأ من ماضي وحاضر ومستقبل الشرق الأوسط وأشار جلالته إلى حرص المملكة على الحفاظ على الأماكن الدينية المسيحية ورعايتها وخصوصا موقع عماد السيد المسيح في المغتص وأكد جلالة الملك أن هذا الموقع محاطن بعناية كبيرة وسيشهد في المرحلة المقبلة عملية تطوير وتحسين للمرافق والخدمات المقدمة للزوار القادمين إليه بقصد الحج المسيحي ترجمة نانسي قنقر